فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم بيّن له بيّن الله لرسوله أنهم لم يخالفوك عن جهل وإنما خالفوك عن علم ومعرفة لكنهم خالفوك حسداً وتكبّراً الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون أين يستقبل في صلاته هذا يعرفونه ليس غريباً عليهم حتى يستنكروا بل كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم وهذا أدق شيء ولكن قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود قال والله إننا لا نعرف محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا لأن معرفتنا لأبنائنا بناء على الثقة بأمهاتهم أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نعرفه بناء على وحي الله سبحانه وته فنحن نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا هو الذي حملهم على هذا الكتمان كتمان الحق تكبراً وحسداً لهذا الرسول ولأمته والكبر والحسد كما حصل لإبليس ماذا بسبب الكبر وبسبب الحسد أيضاً تكبر على آدم وحسده فماذا صار له من العاقبة والعياذ بالله هو الذي سبب له هذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكذلك اليهود كذلك اليهود إنما منعهم من قبول الحق واستقبال الكعبة هو الحسد والاستكبار والعياذ بالله نعم ثم إن الله أمر نبيه بعد أن بين له نفسية اليهود والنصارى وأنهم لم يخالفوه عن جهل وإنما خلفوه عن عناد وأنه لا مطمع في إقناعهم ولا مطمع في رجوعهم وبدليل أنهم هم أنفسهم مختلفون في القبلة هم أنفسهم مختلفون في القبلة فلو كانوا على حق لم اختلفوا نعم لأن أهل الحق لا يختلفون فثم قال لنبيه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير